إلى عسام لي طبعاً يعطينا رأيه ويعيد باختصار ما قاله خلال نهاية المباراة فيما يتعلق بالتفائل فيما يتعلق بالأمل فيما يتعلق بتونس تقول أنا هنا أنا موجودة تونس فهذا الشيء هو أهم شيء والممتاز عسام بالنسبة لليوم بالنسبة لهذه المباراة شكراً هشام المباراة منكم في سطور ضيعنا الربح في الشوط الأول منعنا في الشوط الثاني المنتخب التونسي العبي أدى رجولي احترم قميسه احترم تاريخه احترم الحدث في بلد عربي مثل قطر كاس العالم مش كل مرة كاس العالم بشيكون في الأراضي العربية أعطاوا حق الكورة أعطاوا حق الجمهور أعطاوا حق شعبهم والكورة أعطاتهم حق في عدم الهزيمة كلهم كانوا أبطال مباراة المنوف الماتش لتصور بشيكون تونسي MVP الماتش للبر الرابعة فقط في تاريخ كاس العالم لكن أنا هشام سأنهي ملف الدنمارك بالإيشادة بالأولاد بش نمشي في أفق مستقبلي تفاؤلي لمشاركة تونس هنا في قطر بالتفكير على مباراة أستراليا مربحنا شيء ما ترشحناش ما عملنا شيء أستراليا قوية جدا وخطيرة جدا أدعوكم للفرح الآن وأعطا حق المنتخب ولكن محللي البين سبورتس ومحللي القنوات الوطنية في تونس والشعب التونسي ما ندخلوش في اللوفوري وما ندخلوش وما نتخمروش ماتش أستراليا بشيكون صعيب وذلك هو مفتاح الدورة الثانية أنا عنوانت الليقاء هذا إيشام في القول المفتاح عند الدنمارك إذا نحبوا نفكوه إذا نحبوا نترشحوا يلزم نفكوه أنا نقول الآن المفتاح نحيناه من يد الدنمارك الآن في يد أستراليا إذا نحبوا نحلوا الباب يلزم مرة أخرى نفكوه شكرا لإيشام شوالي طبعا الكريم هذه بداية طيبة يعني أهم شيء هو تعادل إيجابي جدا مع الدنمارك لننسى ذلك أداء ممتاز ومقنع فاليوم بدأنا بإيجابيات كبيرة للمتخبة التونسي وهذا شيء يحسب لتونسي صحيح إيشام وجه ممتاز أداء رائع روح عالية التنظيم دفاعي حقيقة كان ممتاز جدا مباراة مميزة للمتخبة التونسي وهذا اللي يكون نسمع فيه في الشارع الرياضي هشام المطالب بيوجه إيشارة في تونس اللاعبين كانوا في الموعد مباراة محترمة جدا تخلينا نأمل للترشح عديد الأشياء الإيجابية على مستوى التكتيكي على مستوى الروح على مستوى الدفاعي خاصة نحب أقول لدحمان حارس قدم مردود طيب جدا مباراة بطولين الحارس في عديد المرات مع تأنقذ المرمى بتاعنا وكان في مستوى محترم وهذا يشجعه هو ويخلينا أحنا مطمئنين على الأقل في هالبطولة هذي ولو في المستقبل على حراس المرمى كذلك ثوناء الدفاع كان في أعلى مستوى وكان معنا تركيز عالي ثم بدون خطأ على مستوى الدفاعي وعلى مستوى التدرج بالكورة ثوناءي وسط الميدان حاسب رايه هم من أحسن اللاعبين السخيري عيدوني وكذلك علي العابدي اللي كان حاسب رايه أحسن لعب في المباراة كل اللاعبين هشام كانوا في مستوى يخلينا نأمل يخلينا نطمح وهذا هو الواجه الحقيقي للمنتخب التونس لكن قلت لي قبل ما نعود إلى الستوديو هذي أسوأ مباريات للمنتخب الدنماركي ما شاهدت المنتخب الدنماركي من زمان بهذا الشكل هو لكن أنا أريد أن أسأل هو المنتخب الدنماركي كان سيء أم أن المنتخب التونسي هو الذي فرض نسق لعبي ولعبي وأدائه على المنتخب الدنماركي أظن أنه مزيج نحن تحدثنا عن ذلك بين الشوطين كل تلك الطاقة التي التي بذلها المنتخب التونسي وتسألنا هل يواصلون في الشوط الثاني وجاءت الإجابة منذ البداية المنتخب الدنماركي لم يدخل في نسق المباراة بالمرة ولم يفرض أي نسق بالمرة كان هناك بعض المفاجآت في التشكيلة منذ البداية وعندما بدأنا مع بعض اللاعبين الذين هم ربما ليسوا جاهزين ولم يأخذوا بعض الوقت للتأقلم مع المجموعة لم يتمكنوا من التأقلم إذن ورأيت في بعض الفترات الدنماركي يقدم أشياء جيدة ولكن منذ السنوات الأخيرة هذا ليس الفريق الذي عاهدناه في الحقيقة هذا ليس مستوانا الحقيقي بعض التمريرات البسيطة لا يمكن ترويضها من بعض اللاعبين الكرة دائما تكون عشوائية كان هناك بعض الفرص في مباراة مثل هذه تأتي فرص قليلة جدا كورنيليوس كان لديه الرأسية على العارضة وأنا حتى الآن مندهش من طريقة إضاعة فرصة مثل هذا وحارس المرمى قام بإنقاذ رائع كذلك من تسديد أريكسن وهذا كان يمكن أن يتغير ربما الأجواء بالنسبة لي الآن لأن ربما هذا ما كنا ننتظره ربما كنا ننتظر اللحظة التي تأتي فيها فرصة ربما واستغلالها ولكن هذا لم يحصل اليوم ولكن يجب أن أقول المنتخب التونسي فاجأني بكل صراحة بنظامه تكتيكيا انضباط كبير جدا قوة جسدية كذلك لاحظها من هذا المنتخب وروح الفريق أنا لم أتوقع ذلك بكل صراحة وربما أنا كنت متعجري فالنوعا ما أو ربما توقعت أننا سنكون أفضل كلا في الحقيقة لا يمكن أن تتوقع أمرا مثل هذا نحن لن نفكر أننا سنفوز قبل المباراة ولكن أتذكر أن إنجلترا كذلك كانت قد هزمت تونس في مباراة الافتتاحية لذلك لا عذر بالنسبة لي أو للمنتخب الدنماركي أن لا يحذروا من هذه المباراة مستوى جيد جدا لتونس اليوم في الحقيقة المنتخب محترم جدا إن شاء الله مقابلة جاء المنتخب الدنسي يكون أحسن وأفضل لكثير من المليون بالأهداف والدنماركي يكون الأفضل من المنتخب الفرنسي والدنماركي تفوز على فرنسا تفوز على أصدقائي إذا في الكرة هذا هو إذا فيه نتيجة جئة وفيه بصيص من الأمل تدخل الحسابات عادي جدا عادي جدا لكن محمدين عجبك المنتخب التونسي تنظيم دفاعي على أعلى مشتار أنا أعتقد أن المنتخب التونسي نارضا فرض أسلوبه على منتخب الدنماركي من أول ديئة في المباراة أول خمس دقايق تقريبا أن المنتخب التونسي كسب كل حاجة في المباراة 50-50 تشالنج كل الكور المشتركة ساكن بول كل حاجة دي وردت إزاي المنتخب التونسي داخل المباراة شارس داخل المباراة استخدم الجمهور بشكل كويس جدا أنا أعتقد أن الجمهور لعب دور كبير جدا فيه أداء منتخب تونس اللاعبين كان عندهم حماس كتير الشراسة نتيجة فوز المنتخب السعودية على أرجنتين قدتهم دافعة كبيرة جدا نزلوا في شراسة كبيرة منتخب الدينمارك في اليورو بعد اليورو يعني أسلوبهم وأداءهم ممتاز جدا النهاردة دي أسوأ مباراة لهم كل الخطورة لمنتخب الدينمارك اليوم كانت من كور السابتة يعني التصويب على الوحيدة كانت من إيركسون تصدى لها حارس المرمو بشكل ممتاز ولكن كل تواجد منتخب الدينمارك في مطقة جزاء منتخب تونس كله من كور السابتة ما عندهمش أي نوع من أنواع الخطورة من مفاتيح اللعب يعني كل الناحة الهجومية المنتخب الدينامورك النهاردة تصدى لها دفاع منتخب تونس بشكل ممتاز جدا تنظيم الدفاع على أعلى مستوى الخمس مدافعين عارفينهم عاملين إيه اتنين وسط الملعب بتكلم عليهم الكابتن إن الاثنين وقفين في نص الملعب عارفين أدوارهم الهجومية إيه وأدوارهم الدفاعية طبعا النهاردة العديد أخد أحسن لعبة المباراة طبعا العبدي قدم مباراة دفاعية على أعلى مستوى يعني بيتر كان بتكلم إن الراجل ده بيقدب شراسة كبيرة جدا عنده حماس كبير جدا يعني مفيش ولا كورة مش عارفين تنفسه المنتخب الدينامورك من ناحية دي لأن الراجل واقف صح البيتشن بتاعه صح عارف حافظ وكل حاجة فأداء ممتاز لمنتخب تونس إيجابيات كتيرة قوي جدا لمنتخب تونس كليل شيت النهاردة في أول مباراة في كاس العالم مهم جدا لدينا متسع من الوقت للحديث أكثر محمدي طبعا إلى الأجواء خلينا نعيش الأجواء الأجواء الوجاء الرائعة والوجاء الممتازة طبعا في قطر وأيضا في تونس لأنه الآن صفان أبو شنب خارج أستاذ المدينة التعليمية وطبعا بعد قليل زياد السلمي من تونس فإلى صفوان طبعا أكيد كنت منتظر أن نلقى صفوان في أجواء تونسية بحثة وأجواء فرحة وأجواء تفاؤلية بالنسبة لتونس اليوم صفوان مساء الخير تفضل مساء النور هشام الأغاني التي كنت أستمع عليها والبهجة الكبيرة أثناء دخول الجماهير التونسية لا أسمعها الآن لكن ثمت رضا وين لم يكن ثمت بعض الأغاني متفائلين مثلك هشام سيد الكريم كيف تبعت المباراة وراضي أولا على اليوم والله إرادة على مردود اللعيب لكلهم الحمد لله قدمنا مردود ممتاز وإن شاء الله لسه موجود عنا أستراليا وموجود عنا كمان ماتش فرنسا إن شاء الله الجاي أحسن منيك إن شاء الله كان ممكن الفوز اليوم على الدنمارك؟ كان ممكن الفوز اليوم على الدنمارك ألا غالب أحلف نيش الحظ إن شاء الله الماتش جاي مفوز إن شاء الله والدنمارك ضعيفة كثير معنا أيضا أحد المشجعين هو زميل لنا سيل مؤز محمود من قناة حنم بعل مرحبا فرص صعيدة نلقاك هنا في خطر تتعبع عن المباريات اليوم قولي راضي بشكل عام عن المباراة أول شيء مبروك للمنتخب السعودي ساعة لففاز وانتصار بالحق ثمين جدا اليوم كذلك المنتخب التونسي أكيد جمهور التونسي وتونسي الكل راضي على الأدام على المنتخب التونسي والحمد لله تعادل بتعم الفوز نقطة ثمينة جدا والحمد لله هذا كما نقوله بالفرنسي يعني الغاية وصلنا لها انو نتعادلوا مع المنتخب بالدنماركي ما كناش نطمعوا أكثر بالفوز لكن اليوم المنتخب ينوزاليسي فيبري يعني رعشونا برعشة الفوز خطر برشة مرات كنا قراب جدا من المرمى من صبغ لك وجهك بهذا اللون الجميع أمي الوالدة صحة على الوالدة الآن خلينا نسمع أغاني أيضا معنا بعض الأخوان المغاربة جميعنا هنغني حبه حبه صح يا مش نرمال يا بشر فيرمان يا وحدا وحدا للفينال علي علي فرسر قسي يا بش STAR مال يا وحدا وحدا للفينال علي علي فرسر قسي علي علي فرسر قسي شكرا جزيلا لكم إن شاء الله أيضا توفيق للمتخب المغربي ومتخب القطري في مباراته المقبلة أيضا اشتركوا في القناة